وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الإعلامي محمد عبدالله أهلا بك سيد محمد في نشرة الثالثة وكيف تنظر إلى ما جاء في بيان قمة البحرين الختامي من ثوابت رسمت ملامح مشهد العمل العربي في المستقبل في البداية بتوجه بخالص الشكر والتقدير لتلفزيون مملكة البحرين على هذه الصدافة الكريمة وأشير إلى ما أشار إليه معالي الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت في المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية العادية الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين واللي أكد إلى أن أحد أسباب نجاح هذه القمة هي العلاقات القوية والشخصية لحضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين اللي بتربطه مع كافة الزعماء والرؤساء والقادة العرب وده اللي انعتس في الحضور العربي الكبير من جانب القادة والزعماء إلى قمة البحرين حقيقي البيان الختامي لقمة البحرين القمة العربية الثالثة والثلاثين خرج ببيان ختامي قوي للغاية استطاع أن يضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بخضية العرب الأولى البيان أكد من جديد على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى التطورات الحاصلة في قطاع غزة والممارسات الإسرائيلية على سكان قطاع غزة البيان خرج أو القمة خرجت ببيان ختامي قوي للغاية بيرسم معالم التحرك فيما يتعلق بالتعامل العربي المستقبلي مع ملف عملية السلام والتطورات الحاصلة في قطاع غزة البيان أرسل رسالة قوية إلى الجانب الإسرائيلي بالضرورة وقف كافة الممارسات التي يقوم بها في الأراضي الفلسطينية وبالأخص في قطاع غزة وبالضفة الغربية أيضا القمة والبيان الختامي لقمة البحرين استطاع أن يؤكد أن العرب يد واحدة في التعامل مع هذا الملف أرسل رسالة قوية للغاية إلى الجانب الإسرائيلي إلى كل الدول الدعمة إلى الجانب الإسرائيلي إلى الدول الغربية إلى الدول الكبرى بأن أي تخطي وأي هجوم إسرائيلي شامل على رفح الفلسطينية سوف يواجه برد فعل عربي جماعي رسالة هامة للغاية تضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بها التعامل مع ملف قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية هناك شيء آخر هام للغاية لمسناه في قمة مملكة البحرين القمة العربية العادية الثالثة والثلاثين هو أن الجانب العربي استطاع أن يوحد الصف أن يلئم الشمل أن يرسل رسالة إلى الجميع بأن العرب يد واحدة رسالة حاسمة إلى الجانب الإسرائيلي بضرورة وقف كافة الممارسات العنيفة التي يقوم بها تجاه الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وأيضا رسالة تانية هامة للغاية بأن يد العرب لا تزال ممدودة بالسلام نعم سيد محمد برأيكم كيف يمكن أن تسهم مبادرات مملكة البحرين في خلق أجواء من الاستقرار والأمن في المنطقة حقيقة المبادرة التي أطلقها ملك مملكة البحرين والخاصة باستضافة مملكة البحرين لمؤتمر دولي للسلام شيء مهم للغاية بيؤكد على أن العرب لا يزالون يتمسكون بمبادرة السلام العربية وبمنح السلام وأيضا أن العرب يرفضون ويتصدون لكافة الممارسات الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية رفض لعملية التهجير رفض لتصفية القضية الفلسطينية والتأكيد على أن السلام هو المخرج الوحيد لما تقوم به إسرائيل من ممارسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة رسالة قوية المؤتمر والقبة استطاعت أن تضع النقاط على الحروف وأن ترسم معالم الطريق للتحرق العربي خلال الفترة المقبلة للتعامل مع ملف هام وحساس للغاية لكافة المواطنين في الشارع العربي وهو ملف القضية الفلسطينية نعم من القاهرة الإعلامي محمد عبدالله شكرا جزيلا لك